جئنا لهذا اليوم لمؤازرة اخواننا المجاهدين اخواننا التوار المقاتلين الابطال تشرفنا بالجلوس معهم جئنا لنحييهم ونشكرهم ونشد من عضضهم وذلك بان هؤلاء الرجال هؤلاء الابطال هم فخر ليبيا وهم الابطال الذين يدافعون على الارض وعلى العرض وعلى الدين فلهم منا كل التقدير ولهم منا كل الاحترام فكل ما قدمنا الحقيقة من مجهودات لا يساوي ولو ساعة من جلوسهم في هذه الاماكن وتعريض انفسهم للخطر وللموت وترك ازواجهم وابنائهم واسرهم فلهم منا كل الفخر وكل التقدير وكل الشكر معنويات التوار هؤلاء الابطال الشباب نسأل الله ان يبارك فيهم معنويات عالية يفتخر بهم الرجل يفتخر بهم الرجال الابطال معنويات عالية انشراح في الصدور بسمة على الوجوه امل في النصر يحدوهم تكبيرات نسماحة من حين الى اخر الامل يحدو الجميع الامل رأينا في وجوههم الامل بالنصر وبفرج الله سبحانه وتعالى ونقول لهم اثبتوا اننا على حق هاهم بالرغم من هذه تكالب الدول حوالي عشر دول الان تكالبت علينا ونحن ليس لنا مدد الا من الله سبحانه وتعالى وانظروا النتائج الحمد لله الان العدو ينتهر والان قواعده الان تدك والان مرتزقته يفرون والان يعني في وضع الانهيار النفسي والانهيار العسكري الذي لم يكن يتوقعه احد اشتركوا في القناة